من الجزائر الدولية مرحبا بكم ساعات تفصل الجزائر والعرب عن قمة يراد منها الكثير القمة العربية بالجزائر في دورتها العادية الـ 31 التي ستلتأم على مستوى القادة غدا وبعد غد يقترب اجتماع القادة وتتراءى معه معالم منجاح القمة العربية توافق بارز على أهم المسائل والملفات المطروحة وسير بخطا ثابتة نحو تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الصفوف والمواقف العربية أسعد في هذه التقطية الخاصة باستضافة كل من الدكتور عبد الحميد الصيام وحل القناة الجزائر الدولية مرحبا بك معنا سهلا وكذلك أسعد أيضا باستضافة الدكتور سليمان أعراج الأستاذ في العلوم السياسية مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة أهلا وسهلا تحية طيبة وسعيد بتواسدي معك وكذلك سيلتحق بنا لاحقا الزميل عبد الكريم بن يطو مبعوث الجزائر الدولية إلى المركز الدولي للمؤتمرات إذن لبأس أن أبدأ معك الدكتور سليمان أعراج القمة العربية تأتي اليوم في ظل راهن إقليمي ودول خاصة أواء ما تعلق بالجانب الأمني والاقتصادي كذلك الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من أزمة غذائية عالمية سؤال ما أبرز التحديات التي تنتظر القادة العرب في قمة ستلتأم غدا وبعد عد نعم شكرا لك صراحة القمة قمة متميزة من حيث الزمان والمكان لماذا؟ لأنه نتكلم على تحديات ورهنات اليوم تواجه المنطقة العربية ككل انطلاقا من ما فرضته ربما نتائج جائحة كورونا إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بذلالها على المنطقة فأسئلة اقتصادية اجتماعية وسياسية أمنية تطرح نفسها بحدة وبقوة اليوم تتنتظر إجابات إجابات تكون ربما أكثر دقة وموضوعية وهو الرهان الذي جاءت في سياقه وفي إطاره هذه القمة وتم اختيار عنوان لم الشمل كتصور جامع وكمبادرة من شأنها خلق أرضية مشتركة قائمة على أهم ما يجمع الدول العربية لأننا نحتاج إلى منطقة عربية أكثر استقرارا في المرحلة القادمة المرحلة القادمة نتائجها ستكون معقدة ستكون ربما قاسية نوعا ما بالنظر كما قلت لأثارها على ملفات رئيسية ملف الأمن الغذائي الأمن الطاقوي وغير ذلك من أجل ذلك اليوم متطلبات صناعة الاستقرار في المنطقة باتت أكثر من ضرورة تستدعي وضع استراتيجية وهو أعتقد أن المحاور الأساسية التي تم ربما مناقشتها والابتفاق حولها لأنه اليوم لما نتكلم على اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونتكلم على أيضا اجتماع وزراء الخارجية العرب أنه اجتماعات تخرج بتوافقات تقريبا كاملة فهذا مؤشر إيجابي أصب في لم الشمل العربي ومن لم الشمل العربي ضمن طياته لشك لم الشمل الفلسطيني وأنتقل مباشرة إلى الزميل كريم بن يطو الذي يلتحق بنا الآن مباشرة من فندق شراطون أين تجرى أو ستجرى فعاليات الاجتماع التشاوري حول إعلان الجزائر المتعلق بلم الشمل الفلسطيني مرحبا بك كريم هل أنت في استماع كريم أسمعك جيدا مصطفى صباح الخير لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية في الحقيقة مصطفى وأنا واقف هنا كانت تدخل بعض الوفود إلى فندق الشراطون في تأكيد لما قلته أن هناك اجتماعا تنسيقيا سيجتبع القادة أو من يمثل الوفودة العربية في فندق الشراطون هو اجتماع تنسيقي تشاوري يمكن أن نقول أنه تقني بعيد عن أعين الصحافة تحضيرا لوصول القادة العرب هذا المساء وقبلها أيضا تحضيرا للمسات الأخيرة على إعلان الجزائر الذي سيكون البيان الخاص بالقمة العربية الواحدة والثلاثين في دورتها العادية إذن مصطفى كما قلت سيكون هناك اجتماع تشاوري حسب ما نتابع هنا من وصول نفود الدول العربية اتباعا إلى فندق الشراطون على أن يليه بداية وصول القادة العرب هذا المساء إلى مطار هواري بومدين الدولي ويتواصل إلى الغد وصولهم إن شاء الله طيب ابقى معنا عبد الكريم بن قطو سنعود لك لشك توجه لضيفي الدكتور عبد الحميد الصيام وحل القناة الجزائر الدولية هناك اجتماع تشاوري حول إعلان الجزائر يأتي استكمالا لكل الجهود التي تبدلها الجزائر دائما من أجل توحيد الكلمة الفلسطينية وقد عاشت الجزائر لشك وقبيل القمة العربية قمة صغرى التأم فيها 14 فلسطيني والتأم لأجل أن فلسطين يجب أن تخطو خطوة ثابتة نحو ما تقابلها من تحديات شكرا جزيلا مصطفى يعني كان اجتماع الجزائر وإعلان الجزائر بين الفصائل الفلسطينية شيء مهم جدا خاصة قبيل القمة لأن كثير من الدول العربية والتي تريد أن تخرج عن الصقف العربي والإجماع العربي كانت تستغل الخلافات الفلسطينية مبررا لتلك الاتجاهات كان هناك قرار لكمة بيروت 2002 أقر مسألة الالتزام بالحقوق الفلسطينية وتأجيل التطبيع لما بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الكدس كان هناك خروج عن هذا الإجماع ما تريده الجزائر هو أن تسد الثغرات وأن لا تعطي مبررا لأحد ليستخدم الخلافات الفلسطينية للتهرب من مسؤولياته فجمعت الجزائر كافة الفصائل وتشاورت مع فصائل وغير فصائل يعني هي أيضا التقت بكثير من المستقلين مثل مصطفى البرغوثي ومثل أنيس القاسم هؤلاء شخصيات مهمة في الساحة الفلسطينية وتشاورت مع الجميع وهناك شيء يجب أن يعرفه الجميع وهو أن الفلسطيني لا يستطيع أن يقول لا للجزائر هناك علاقة مميزة عميقة بين الفلسطيني والجزائر يختلف الفلسطينيون على كل شيء لكن لا يختلفون على حب الجزائر واحترام الجزائر والاستماع للجزائر لأنها حائط مهم يستند إليه الفلسطينيون في ساعة الشدة وساعة الضيق لذلك اجتمعوا هنا وتوصلوا إلى هذا الاتفاق وكان هناك رؤية حقيقية وصحيحة من الجزائر أن يكون هناك لجنة متابعة ما بعد المؤتمر ما بعد القمة حتى لا تغفل أن هناك جهود أخرى بذلت من بعض الدول العربية للأم الشامل الفلسطيني الآن هذه الثغرة سدت هناك موقف فلسطيني موحد استبقى الكمة وبالتالي بدأت البداية الصحيحة للكمة بالموقف الموحد للفلسطينيين بقي أن يتفق العرب على القضايا الأخرى وهناك كثير من القضايا التي تجمع العرب لماذا دائما نبحث عن الخلافات لماذا لا نبحث عن الأمن المشترك والأمن الغذائي وقضايا المناخ وقضايا الطاقة كلها هذه القضايا ممكن أن تجمع العرب وهو ما في ذهن القيادة الجزائرية إذن هذه نقطة بداية أعتقد أن البداية كانت سليمة هناك توافقات الآن وننتظر بدء القمة يوم غد دكتور عراج ما الذي يجعل اليوم إعلان الجزائر مختلفا عن سابقيه إذا ما رأينا أن المبادرة الجزائرية ركزت قبل كل شيء أن توحد الصفة الفلسطيني قبل البحث ربما عن أهدف أخرى شكرا شوف ما يميز إعلان الجزائر أنه انطلق من قاعدة صلبة مبنية على رؤية جامعة وقائمة بالأساس على توفير شروط ومتطلبات هذا التوافق وهذا الإجماع لأنه كما أشار الأستاذ عبد الحميد إلى مسألة القضية الفلسطينية ربما الخلاف وما كان سائدا أن الجميع كان يعلق تخليه أو انسحابه من دعم القضية الفلسطينية بسبب الإنقسام الداخلي فالجزائر كانت رؤيتها عقلانية منطقية انطلقت من قراءة سليمة للملف بمختلف أبعاده تم وضع هذا التصور وهذه المبادرة والشيء الذي ما يميز أيضا أن الدولة الجزائرية لم تتخلى على مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية وحافظت على حيادها الإيجابي بحيث أنها لم تصطف إلى جانب أي طرف وهو ما زاد من قوة هذا الطرح الجزائري والتفاف الفلسطينيين حوله وتثمينه وبالتالي اليوم لما ننطلق من قاعدة سليمة رؤية توافقية وموفقة من حيث الأبعاد والزوايا أعتقد أن هذا الشيء يصنع تميز خصوصا وأن الرهان هو الوصول إلى قاعدة توافق جماعي بما يعني أنه بعيدا عن الحساسيات بعيدا ربما على ما يمكن أن يثير أو يثار حول قضية معينة جزائر فضلت أنها تبني تصورها وإعلانها على ما يجمع العرب حول أهم التحديات وأهم الرهانات التي تنتظر إجابة وإجابات كما قلت تحتاج إلى أن تكون عملية إجابات عملية لأن المرحلة القادمة ستكون ربما بتداعيات وأثار يجب أن يتم التحكم فيها ولا يجب أيضا إنتاج ميكانيزمات مواتية للظرف سواء الراهن أو المستقبل طيب وهو التوافق أيضا الذي لمسناه أمس خلال ختام اجتماعات التقديرية على مستوى وزراء الخارج للعرب وعلى لسان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي أكد توصل وزراء الخارج العرب إلى توافقات في كافة المسائل التي تم مناقشتها ضمن الاجتماع قبل أن يضيف حسام زكي أن هذه المناقشات التوافقية تكرس لقمة نجحة في الجزائر الدكتور عبد الحميد ما أهمية هذا التوافق قبيلة ساعات عن انطلاق قمة القادة غدا وبعد غدا يعني قبل حدوث التوافق كان هناك نقاشات وكان هناك نقاشات مهمة وعميقة ووجهات نظر مختلفة نحن نعرف أن هناك أنظمة مختلفة وتوجهات سياسية مختلفة وتحالفات منوعة وعلاقات بين هذه الدول والقوى العالمية بطريقة مختلفة ليس سهلا أن تحضر 21 دولة ليبحثوا قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ويتم التوافق يعني كان متوقع أن يكون هناك خلافات لكن أن تحصر هذه الخلافات وأن يتم التنازلات من هذا الطرف وهذا الطرف إلى أن يصلوا إلى نقاط مشتركة هذا شيء مهم جدا وهذا ميز الدبلوماسية الجزائرية التي تميزت بالهدوء وبالحوار وبجمع الشمل خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية نعم هذا يعني النقطة الأولى هي التوافق حول القضية الفلسطينية وكان هناك تخوفات ونحن نتمنى أن يكون هذا اللقاء حول القضية الفلسطينية لقاءا جادا ما بعد القمة وأن يتحول هذه القرارات وهذه التوجهات إلى برامج عمل يعني ما يريده الفلسطينيون الآن أن يحول العرب مواقفهم إلى خطوات عملية الفلسطينيون الآن يواجهون دولة فاشية تحاول أن تدمر المجتمع الفلسطيني تأخذ أرضه تطرده تضع آلاف من شبابه في السجون تقتل الأطفال تهدم البيوت وهذا ما تحدث عنه أيضا الأمين العام للجامعة العربية الأوضاع في فلسطين لا تحتمل تكاد تنفجر الآن تجاوز الفلسطينيون قضية الفصائل وتوحدوا على الأرض في الميدان هذه اللحظة التاريخية يجب أن يلتقطها العرب وهو ما تحس به الجزائر تجربتها النضالية أيضا في تشابه كثير بينما كان يجري في الجزائر وبينما يجري في فلسطين لذلك كانت نقطة الانطلاق حول التوافق هي القضية الفلسطينية وهذا شيء مهم ثم توجه القادة والوزراء إلى القضايا الأخرى طيب دكتور سيام كيف يرى فلسطينيون إعلان الجزائر وكل هذه المساعدة التي تبدل هنا وهناك وعلى رأسها مساعدة الجزائر في لم الشملة الفلسطينية يعني الفلسطينيون بصدق وبصراحة يثمنون موقف الجزائر سواء قبل الإعلان وبعده وهذه شيء كما قلت لا يختلف الفلسطينيون على احترام الجزائر ودور الجزائر وهمية الجزائر وكما قلت الجزائر في تاريخها دائما تدعم القضية الفلسطينية بغض النظر من هو في السلطة يعني هي نقطة تلاقن حتى على المستوى الشعبي الشعب الجزائري هو الذي أيضا يقف مع الفلسطينيين لذلك إن يأتي الإعلان من الجزائر فهذه نقطة إيجابية بالتأكيد لأن الفصائل لا تستطيع أن تختلف مع الجزائر لكن كما قلت الفلسطينيون يريدون أيضا أن ينتقل هذا البرنامج إلى برنامج عملي برنامج عملي من قبل الدول العربية بتقديم الدعم الحقيقي للفلسطينيين لتعزيز صمودهم هناك عملية تهويد للقدس هناك عملية اقتلاع هناك عملية استهداف للفلسطينيين الانتخابات الإسرائيلية ستحدث يوم غد الأول من نوفمبر كذلك وهو يعني ليس صدفة لكن هناك توجه أن الفاشية الإسرائيلية التي ستنتظر حزب بن غفير متوقع أن يأخذ 12 مقعدا أو 13 مقعدا وهذا توجه خطير بحاجة إلى موقف حقيقي من الدول العربية لا يستطيع الفلسطينيون أن يواجهوه بوحدهم إلا إذا كانوا مدعومين ومسنودين من أمتهم العربية أستاذنك ضيفي الكريم وضيفي الكريمين نتابع هذا التقرير الذي يرصد مخرجات ختام اجتماع التحضيري على مستوى وزراء الخارجي العرب حيث اعتمد الوزراء في اجتماعهم التحضيري جامعة الدول العربية على مستوى القمة اعتمدوا جميع مشاريع الملفات المدرجة في جدوى الأعمال لرفعها على مستوى قمة الرؤساء المرتقبة غدا وبعد غد يومي الفاتح والثاني نوفمبر المقبل نتابع ونعود لنقاش مجددا تتويجا وكسبا لرهانها مبكرا أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب لمجلس جامعة الدول العربية تختتم آتية أكلها ضعفين فبعد إصرار جزائري على احتضان القمة العربية ورعايتها بجدول أعمال يضمن حضور الملفات الأهم وتصدرها النقاش يخرج الدبلوماسيون اليوم على توافقات تبشر بنجاح قمة الجزائر توصل فيها السادة الوزراء إلى توافقات وبالتالي إن شاء الله الأمور المعروضة على القمة بتوافق من الجميع وبموافقة كافة الوفود ونتطلع إلى قمة ناجحة إن شاء الله يوم واحد واثنين النتائج التوافقية التي جاءت بها مشاورات وزراء الخارجية بعدما تسلمت الجزائر رئاسة القمة على المستوى الوزري مكنت من الاحتفاظ بجاميع مشاريع الملفات لترفع إلى القادة يوم القمة جدول الأعمال لم يرجع أي شيء للقمة وزراء الخارجية اتفقوا على كل شيء والأمور بالنسبة لنا واضحة جدا في الأمان العامة هناك توافق على جدول الأعمال مهمة تتعلق بالأمن القومي للشأن العربي وحكينا على عدة دول من بينها ليبيا وطبعا اتفقنا على أن لابد من الذهاب إلى الانتخابات مباشرة تحقيقا لطموحات الشعب الليبي بالإضافة إلى القضية اليمنية بالإضافة إلى القضية السورية بالإضافة إلى جيبوتي والصومال وفلسطين قضيتنا قضية الكبرى والقضية الأهم صدى نجاحات الاستحقاق العربي يسمع ويثبت عند كل خطوة عربية تقودها الجزائر نحو قمة لم الشمل وتوحيد الصف العربي أهلا بكم مجددا ونبقى دائما مع كل ما يتعلق بإعلان الجزائر حول لم الشمل الفلسطيني حيث أثنى وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي على هامش ندوة صحفية عقدها يوم أمس على سير المشاورات الخاصة ببنود القضية الفلسطينية في جدوى الأعمال القمة العربية وقال إن بنود القضية هي الوحيدة التي لم يكن حولها خلاف وهو ما عده المالك امتيازا حضيت به القضية الفلسطينية القضية التي لم يكن عليها خلاف كانت هي القضية الفلسطينية ومشاريع القرارات الفلسطينية هذه المشاريع لم يكن عليها أي خلاف من أي مستوى ومن أي دولة وإنما كان هناك إجماع على هذه القرارات وعندما تحدثنا عن هذه القرارات أنا سمعت من كافة زملاء وزراء الخارجية بأن ما تقدمه فلسطين وما تقبل به فلسطين نحن نقبل به وبالتالي تم قبول مثل هذه المشاريع القرارات المحدثة هذا التعامل مع القضية الفلسطينية بمشاريعها أبرز هذه الخاصية وأبرز مركزية هذه القضية الفلسطينية وبالتالي نحن سعداء جدا عندما خرجنا من هذا الاجتماع لكي نؤكد بأن فلسطين تخرج منتشية بما تم تحقيقه وسعيدة بما سمعته ومرتاحة لما عرض عليها من موافقة شاملة كاملة لكل قراراتها طيب أعود لظفي دكتور عراج وزير الخارجية الفلسطيني يقول أن بنود القضية الوحيدة التي لم يكن حولها أي خلاف هي القضية أو بنود القضية الفلسطينية ما دلالت هذا؟ دلالت هذه النقطة أنه هنا كان هناك قراءة سليمة جدا وانطلاق من حقائق مرتبطة بواقع هذه القضية وتطوراتها وإلى أين بلغت وأن التصور الذي قدمته الجزائر هو تصور ذو مرجعية قائمة بالدرجة الأولى على مصلحة الشعب الفلسطيني وعلى أولوية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة ربما يعني عطفا وفي سياق تأكيد ذلك صدفتنا الكثير من الأسئلة في مختلف وسائل الإعلام أنه ما الجدوى من إعادة بعث الروح في القضية الفلسطينية السؤال والإجابة كانت واضحة جدا هو أنه الهدف هو خدمة الفلسطينيين أنفسهم وأن يعني إعلان الجزائر حول القضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية في الجزائر تصب بالدرجة الأولى في خدمة الشعب الفلسطيني ككيان واحد وخدمة القضية الفلسطينية والهدف هو إعادة الاعتبار لها في أولويات أجندة العمل العربي لأنه كان فيه تراجع واضح بالنسبة للاهتمام بالقضية الفلسطينية في الأجندة العربية وذلك كما قلت راجع إلى عدة أسباب على رأسها مسألة الانقسام الداخلي الذي كان يشكل عائقا وحاجزا أساسيا بالنسبة وكان يستعمل في كل مرة سواء كمبرر أو كذريعة في اتخاذ مواقف أحيانا كانت سلبية للأسف لأنه اليوم الانتهاك الممنهج للكيان الصهيوني تجاه حق الشعب الفلسطيني في أراضيه والممارسات أيضا التي تسجل فيها خروقات واضحة لحق الإنسان كانت تسير بواتيرة أكثر سرعة ومستغلة الظروف المحيطة خصوصا للبيئة العربية وبالتالي كما قلت اليوم الرؤية الجزائرية كانت رؤية حكيمة ومبنية على قراءة سليمة للواقع وعلى استشراف وهو ما تفطنت له الجزائر حين تجعل من توحيد الصفة الفلسطينية قبل أي حديث عن مساعي لدعم القضية الفلسطينية فعلا وربما ما نلاحظه أيضا أن الجزائر لم تخرج عن الإطار العام أو على اتفاقية السلام العربي إلا أن بل انطلقت من أهم النقاط التي يمكن أن تصنع الإجماع وأهم نقاط القوة التي يمكن أن يتوحد حولها الدول العربية وأهم أيضا المعطيات التي يمكن أن توظفها لخلق كتلة صامدة يمكنها أن تواجه اليوم هذا التعنت الصهيوني وفي ذات الوقت أن تبعث روحا جديدة في هذا الملف لأنه ملف الأمة وأنا دائما نقول أن الملف فلسطين بالنسبة للجزائر هو ملف تعتبره عقيدة وليست عقدة ومن أجل ذلك جاء اليوم هذا الحل ولهذا التصور يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ويخدم أولوية أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للعمل العربي المشترك طيب دكتور نعم وأسمح لك بالحديث دكتور سيام هو إعلان الجزائر تحت مسمى إعلان الجزائر لكن في الحقيقة هو إعلان شامل يجمع كل الدول العربية التي تراء توافقها حول دعم القضية الفلسطينية في فعاليات أو مخرجات اجتماع التحضير على مستوى وزراء الخارجي العرب نعم يعني ما أريد أن أضيفه إلى الكلام الذي تفضلت به وتفضل به الدكتور سليمان هو قضية مشروع المشروع العربي أو المبادرة العربية للسلام والذي كثير من العرب والفلسطينيين يؤمنون بأنها لم تعد صالحة لأنها تم اختراقها يعني المشروع العربي للسلام كان يتكون من بندين أساسيا أن تحقق الحقوق الفلسطينية أولا ثم يأتي من يريد التطبيع عكست هذه الآية لبعض الدول ما تريده الجزائر من هذه القمة وما تم التوافق عليه أن نعيد التأكيد على الأقل على الجزء الأساسي منه وهو موضوع الحقوق الوطنية الفلسطينية التي لم ترى النور بعد إذا أردنا أن نبحث قضايا التطبيع وما التطبيع سيكون هناك خلافات لكن الجزائر تريد من هذه القمة أن تعيد التأكيد على موضوع الحقوق الفلسطينية على موضوع النضال الفلسطيني أن ما زالت الدولة الفلسطينية لم تجسد ما زالت الحقوق الفلسطينية تنتهك يوميا وبالتالي يجب على العرب أن يلتفوا حول هذا البند في دعم الحقوق الفلسطينية يعني هذا جوهر إعلان الجزائر نريد أن نترك الخلافات لأنها قد لا تشكل قاسما مشتركا لكن نؤكد على الإيجابيات وهو دعم الحقوق الفلسطينية دعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل معا على المستوى الإنساني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الحياتي أيضا لأن الفلسطينيين أيضا بحاجة إلى دعم دعم مادي وأوضاع هناك يعني ملايين الفلسطينيين وخاصة في غزة أوضاعهم الإنسانية وأوضاع مزرية بحاجة إلى دعم حقيقي كذلك وكالة إغاثة وتشغيل لاجئين الفلسطينيين أونروا في أزمة مالية وهي تساعد خمسة ونصف مليون فلسطيني من اللاجئين المنتشرين في مناطق العمل في ست مناطق سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية ولذلك ما تريده الجزائر أن تلملم الموقف العربي حول دعم هذه الحقوق وإبعاد القضايا الخلافية وهذا ما حدث في إعلان الجزائر وسيعكس نفسه في إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية طيب وبالحديث عن إعلان الجزائر أنت حدث لا شك عن وضع آليات تنفيذية لترجمة إعلان الجزائر الدكتور عراج إعلان الجزائر حتى يؤتي أكله وحتى لا يبقى حبرا على ورق بنظرك ما المفاتيح وما السبيل الذي يجب أن يسير ويمشي عليه القادة خلال اجتماعهم غدا وبعد غد حتى يترجم إعلان الجزائر من لغة الحبر إلى لغة الواقع شوف هي مسألة الميكانزمات العمل تقوم بالدرجة الأولى على قضية التوافق لما يكون فيه اتفاق حول بنود معينة فأعتقد أنه رح يكون فيه التزام أخلاقي لأنه لما نتكلم على العمل الجامعة العربية ليست هناك ربما أدوات إلزامية أو يمكن فرض من خلالها لكن مجرد التوافق فهو يعتبر معناه هو التزام أخلاقي قبل عيشة نعم من قبل كل الدول العربية تجاه قضية معينة وهو النقطة الأساسية التي تركز عليها يركز عليها إعلان الجزائر فيما تعلق بالتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك نشوفه ربما هذا على الصعيد السياسي لكن على الصعيد الاقتصادي ربما هناك أدوات ولهناك ميكانيزمات لوضع القرارات التي يتم اتخاذها وبلورتها حيز التنفيذ إذا ما تكلمنا على مسألة النظام الجمهوركي على سياسة مرتبطة بستراتيجية أمن غذاء عربي وغير ذلك أما المسائل السياسية فقائمة بدرجة أولى على أهمية الاتفاق الجماعي ربما نرجع للإشارة للقضية الفلسطينية اليوم كما قال الأستاذ وتكلمنا على مسألة دعم القضية الفلسطينية وإعادتها إلى أولوية الاهتمام والأجندة العمل العربي انطلاقا من عمل جماعي بما يعني أنه قضية قيام دولة فلسطين والحقوق وحق الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل هذه هي نقاط مشتركة يجمع عليها كل الدول العربية أما ما تعلق بالمساء الأخرى فيتم معالجته بشكل انفرادي على اعتبار أنه ليس فيه متطلب يلزم جميع الدول العربية أنها ربما تأخذ موقف واحد وخصوصا هنا نشير مباشرة إلى قضية التطبيع قضية التطبيع تتم هي عبارة عن قضية متعلقة بمبادرات فردية لكل دولة حرة في إطار سياستها وبالتالي هنا نتكلم على المبدأ الذي أشار له السيد وزير الخارجي عدم تدخر في الشؤون الداخلية للدول أما القضايا المتعلقة بأولوية وحق وضرورة قيام دولة فلسطينية فهو مبدأ قائم على الإلزامية ضروري أنه من الإلزامي أن يدافع عنه كل العرب لأنها قضية قضية الأمة وما يصب في سياق ذلك من حقوق ومن متطلبات يفرضها هذا العمل يعني الحديث أو الرهان هو اليوم أنه كيف نبلور رؤية قائمة على إجماع وعلى توافق يجعل اليوم العمل العربي المشترك أو يعيد بعث الروح في العمل العربي المشترك وفي ذات السياق طبعاً ستكون فيه أليات ستكون فيه اجتماعات وتنسيق في إطار الجامعة العربية لإنتاج أليات وميكانزمات تترجم هذه القرارات إلى عمل وممارسة تخدم الصالح العام العربي إذا صح استعمال هذا المصطلح وتخدم مصالح شعوب المنطقة العربية وكما قلت تبني جدار عزل تجاه تأثيرات التي يمكن أن تأتينا من البيئة الخارجية خصوصاً كما قلت أن العالم يعيش على وقع تحولات مفصلية تستدعي إعادة قراءة المشهد وتستدعي إعادة النظر في أليات العمل وفي خطط العمل بما يضمن استقرار المنطقة وبما يقلل من الآثار السلبية لهذه التحولات والأزمات طيب دكتور سيام وزير الخارجية الجزائرية لمطان العمام نتحدث هنا دائماً على تعزيز العمل العربي المشترك وزير الخارجية العمام نخلل الاجتماع على مستوى وزراء خارجي العرب قال إن الجزائر تعول كثيراً على مساهمة الجميع في القمة العربية لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك بعيداً عن المقاربات التقليدية السابقة الذي يقصده بهذا بنظرك؟ الذي يقصده أننا نعيش مرحلة انتقالية الآن تغير العالم كثيراً منذ القمة الماضية 2019 إلى الآن حدثت تطورات كبيرة على مستوى العالم وأن نواجهها بالطرق القديمة وهو أن نأخذ قرارات ونعود إلى بيوتنا عادي دون أن يكون هناك إلزام دون أن يكون هناك عمل مشترك لم تعد تجدي هذه الوسائل نحن الآن في مرحلة يجب أن نستغلها لصالح الأمة وليس لصالح بلد واحد التطورات التي تحدث على مستوى العالم تكاد تنبئ بأن هناك نظاماً دولياً جديداً يكاد يتشكل وبدأت خيوطه تبزغ وفجره يظهر القديم لم يمت بعد ولكن الجديد لم يكتمل بناءه بعد إذن في هذه المرحلة الانتقالية والتي تشير إلى ضرورة التكتلات إلى ضرورة العمل الجمعي وليس الفردي الكل يبحث عن فضاء أوسع من فضاء الدولة الوطنية انظر إلى الاتحاد الإفريقي وتنسيق خطواته معاً ووقوفه معاً في كثير من القضايا منظمة الدول الأمريكية كذلك ومنظمة الدول الآسيوية حتى الولايات المتحدة مع المكسيك ومع كندا هناك اتفاقية نافطة للعمل الجماعي المنطقة الوحيدة التي عادة لا يكون هناك عمل جماعي هي المنطقة العربية مع أنها الأقرب إلى بعضها بعضاً تاريخياً وجغرافياً وثقافياً ودينياً وأخلاقياً لكنها مباحثرة لأن هناك تدخلات خارجية لأن هناك تحديات هناك أنواع كثيرة من الأنظمة لا تتعايش مع بعضها البعض فهو ما يقوله الأمامر أن هذه الفرصة الآن الكل يخطب ود العالم العربي الآن بسبب الثروات الطبيعية الموجودة لأهميته الكل يريد رضاء الأمة العربية الآن وخاصة الدول التي لديها مصادر طاقة مهمة هذه فرصة يجب أن نستغل طيب سنعود إلى هذه النقطة وهذه فرصة لا شك يجب أن يغتنمها القادة العرب خلال قيمتهم التي ستلتأم غداً وبعد غداً أعود مجدداً إلى فعاليات ومزرعيات الاجتماع التشاوري حول إعلان الجزائر بفندق شرطان بالجزائر العاصمة والزميل عبد الكريم بن يطو مباشرة أهلاً بك كريم مجدداً هل من مستجدات تراءت لديك؟ دخلت وزراء الخارجية العربي لقاعة الاجتماعات وانطلق الاجتماع التنسيقي منذ قليل منذ نحو 5 دقائق أو 10 دقائق على الأكثر من المعلومات التي استقينها من الوفود المرافقة لوزراء الخارجية العرب فإن الاجتماع لن يطول كثيراً باعتباره تنسيقياً وتشاورياً حول بعض الجوانب من بيان الجزائر الذي سيخرج به القادة العرب غداً وبعد غد بخصوص معلومات أخرى الآن ننتظر انتهاء هذا الاجتماع لنعرف ماذا سيكون في إعلان الجزائر ربما إذا أفصح لنا بعض المشاركين في هذا الاجتماع عن بيان الجزائر طيب عبد الكريم بنيطة شكراً لك على كل هذه التفاصيل ابقى معنا سنعود لك لشك أعود مجدداً إلى ضيفي الدكتور عراج الاجتماع انطلق في حدود 5 دقائق من الآن بالمنتظر من هذا الاجتماع قبل أن أجيبك عن المنتظر ربما والأستاذ يتكلم جاءتني إشارة مهمة جداً وإشارة ذهنية اجتماع الجزائر أهميته تنبع انطلاقاً من كونه سيساهم في التقليل من آثار المرحلة السابقة والقادمة كيف ذلك؟ بمعنى بمعنى اليوم إعادة بعث الروح في العمل العربي المشترك هي محاولة وهي رهان جزائري يسعى إلى كسر ما سهم الربيع العربي في إحداثه من انشقاقات في جسد الدول العربية بما يعني ربما اليوم لما نتكلم على أهمية العمل العربي المشترك نتكلم على استراتيجيات عربية في إطار الأمن الغذائي الأمن الطاقوي ونتكلم على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ونتكلم على وغير ذلك من الملفات نحن نعرف أن آثار أو ما أحدثه الربيع العربي من تأثيرات تعلقت بتضييق مفهوم الأمن القومي بحيث تراجع المفهوم إلى حدود الدولة الوطنية اليوم لماذا القلق من نجاح القمة العربية وهذا هو الحملة وربما شهدنا حملة يعني لطرح بعض المغالطات وطرح بعض الادعاءات الهدف منها هو التشويش على القمة لأن رهانات هذه القمة هي رهانات إقليمية وستساهم في التأثير على مسارات القرار الدولي ما الذي يقلق البعض حين تنجح قمة الجزائر أو القمة العربية؟ يقلق الكثيرين أن نصنع أن تنجح القمة العربية في إنتاج أدوات صناعة الاستقرار في المنطقة العربية وأيضا في التأثير على الأجندة التي تم تسطيرها منذ 2011 إلى يومنا هذا أو دعني أقول على الأقل منذ 2008 يعني منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 إلى يومنا هذا فما تحاول الجزائر انطلاقا من مساعيها لإنجاح هذه القمة وتوفير شروط ومتطلبات نجحها هو إعادة ربما ضبط للميكانيزمات أو يعني مؤشرات التفاعل والحركية والتغيير في إطار المنطقة العربية وهو ما يقلق بطبيعة الحال اليوم أصحاب المخططات والأجندات التي تستطر وتستهدف أمنة ومصالح الشعوب العربية فمجرد النجاح في هذه النقطة أنك تقلل أو تنتج خطاب مضاد لطروحات انتشرت وأثرت على وقع المنطقة العربية فأعتقد أنه نجاح في حد ذاته وأعتقد أنه مؤشر على القوة وعلى الرؤية السليمة والواقعية والبراجماتية بالدرجة الأولى تفضل دكتور سيام نجاح القيمة العربية هو لشك نجاح للمنطقة العربية برمتها ما الذي يقلق البعض في نجاح هذه القيمة نعم إضافة إلى ما قاله زميلي الدكتور سليمان المنطقة العربية ما يراد لها أن تبقى منطقة استهلاك أن تبقى كل الاستثمارات تذهب من هذه المنطقة إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة أن تبقى المنطقة بحاجة إلى الآخر في أمنه الاعتماد على الآخر للأمن المنطقة العربية الآن إذا نظرنا إليها شيء محزن أن تكون هناك في مناطق فيها مجاعة أن يكون هناك أكثر منطقة تصدر اللاجئين أن يكون هناك حروب بينية داخل البلد الواحد في أكثر من مكان نجاح القيمة العربية بجد والانطلاق إلى مرحلة جديدة من العمل الجماعي سيسهم في أعطاء أمن للمنطقة كلها الأمن الجماعي وليس أمن منطقة فقط أو دولة تعتمد على أمنها على الخارج كذلك موضوع الاستثمارات موضوع التجارة البينية أليس من المحزن أن يكون حجم التجارة بين كل الدول العربية لا يزيد عن عشر مليارات دولار بينما حجم التجارة مع أوروبا يزيد عن التريليون دولار مثلا يعني تركيا لوحدها مثلا تأخذ من التجارة من العالم العربي بأكثر من مئة مليار دولار لوحدها العراق تستورد من تركيا بقيمة ثلاثين مليار دولار ومن إيران بقيمة ستة وعشرين مليار دولار كهرباء العراق معتمدة على إيران أليس هذا شيء محزن أن يكون وضع العرب بهذه الصورة ما يقلق العالم فعلا إذا تقارب العرب وضبطوا خطواتهم للدعم الجماعي للوقفة الجماعية لعادة الروح للعمل القومي التوافق العربي المستحيل التوافق العربي حقيقة وترجمته إلى فعل وواقع سيقلق العالم كله بالحديث دكتور عن التوافق العربي لبأس أن نتجه سويا مشاهدنا الكرام إلى تصريح وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنغوش التي أثنت على دور وحكمة القيادة الجزائرية في إدارة المشاورات في الاجتماعات التحذيرية للقمة العربية والتوصل إلى التوافق بما يحقق لم الشمل العربي مهمة تتعلق بالأمن القومي للشأن العربي وحكينا على عدة دول من بينها ليبيا وطبعا اتفقنا على أن لابد من الذهاب إلى الانتخابات مباشرة تحقيقا لطموحات الشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقراض السياسي التي تطمح له ليبيا بالإضافة إلى القضية اليمنية بالإضافة إلى القضية السورية بالإضافة إلى جيبوتي والصومال وفلسطين قضيتنا قضية الكبرى والقضية الأهم وأعتقد أننا نحن الحمد لله وصلنا إلى قرارات متوازنة تحقق مصالح وطموح الشعب العربي وبإذن الله إن شاء الله نكونوا عند حسن ضدنا طبعا الجزائر نحن نتعلم من الجزائر في البروتوكول وفي حسن الاستقبال وفي الضيافة وأخي العزيز سيد رمطان دائما عودنا بحسن الاستقبال والضيافة أيضا قيادة الجزائر كانت حاضرة في الحكمة وفي المرونة وفي استيعاب الاختلافات وفي الوصول إلى منطقة توفقية وهذا يعني ما تعودنا عليه من الحكومة الجزائرية ومن الجزائر وهي لم الشم العربي ونحن يعني الحمد لله كانت الجزائر قادرة على لم الشم العربي أهلا بكم مجددا ودكتور صيام بالعودة مجددا إلى الشقة الاقتصادي ما أهمية هذا المجال الاقتصاد في التموقع إقليميا والاتقال من التوافق ربما السياسي إلى توافق اقتصادي هو مدخل أساسي ومهم لا يمكن الاستغناء عنه لأنه ما يمكنش ربما نتكلم على ربما تكامل اقتصادي دون الحديث على توافق سياسي فاليوم المعادلة معادلة التفاعل سواء على الصعيد الاقليمي أو الدولي مرتبطة بالحسابات الاقتصادية بالدرجة الأولى فهناك معادلة واضحة دائما نأكد عليها اليوم في مسألة التفاعل الدولي اليوم أعطيني سياسة أعطيك اقتصاد أو أعطيني اقتصاد أعطيك السياسة هذه المعادلة هي الوسيلة التي تدار بها اليوم حركة التفاعل الاقليمي والدولي والمنطقة العربية ليست بمعزل عن هذا المنطق وهذا الفهم وهو ما تسعى الجزائر إلى خلقه فأنا قلت وأشرت إلى أن الجزائر تسعى إلى التقليل من آثار المرحلة السابقة لأنه ربما المرحلة القادمة ستكون تداعياتها أكبر وبالتالي نجاح القمة العربية تؤكد فيه الجزائر على أن المنطقة العربية ليست مستعدة لكي تتحمل أخطاء ترتكب اليوم في إدارة واقع التفاعل الدولي وترتكب ربما تحت عدة مسميات إذن اليوم الهدف التقليل من آثار التي خلفتها وخلفها الربيع العربي العودة إلى صناعة الاستقرار في المنطقة العربية إنطلاقا من توافق سياسي حول أهم النقاط وأهم الملفات الأساسية ووضع ربما الخلافات أو الجزئيات لا أقول خلافات وضع الجزئيات جانبا ثم إلى جانب ذلك الهدف هو أنه اليوم كيف يسير بنفس التوازي يسير التوافق السياسي مع التكامل الاقتصادي وفق خطين متوازيين الهدف منهما هو خدمة المنطقة العربية خدمة استقرارها التي تبدأ عبر استثباب الأمن تحقيق توافقات سياسية الهدف منها أيضا ورهانها هو كسب المعركة الاقتصادية لأنه ربما كما أشار الأستاذ المحترم إلى أنه الهدف هو الإبقاء على المنطقة العربية كمنطقة كسوق استهلاكي أو كخزان لتمويل بعض المشاريع أو الاندماج في بعض المشاريع فلذلك يأتي التركيز على البعد الاقتصادي في خلق هذه الأريحية بالنسبة للعمل العربي المشترك وعلى الأقل الانطلاق من أدوات التكامل أو أدوات على الأقل الانطلاق من ما يجمع الدول العربية ولو بالشيء البسيط أو بالمساهمة البسيطة لأننا ندرك أنه تكييف أو توظيف على الأقل الحد الأدنى أو أدوات الحد الأدنى من التكامل الاقتصادي من شأنها أن تحقق الكثير ومن شأنها أن تحسن ظروف المنطقة العربية وأيضا تحسن مؤشرات التنمية في المنطقة العربية والأمن الغذائي هو أمن ربما قبل أن يكون الأمن الغذائي يقول هو أمن يجب أن يكون في صلب اهتمامات العرب غدا يجب أن يضبط ولا مجال ربما للصدفة أو لا مجال للخطأ لأنه الأمن الغذائي هنا لما نتكلم على الأمن الغذائي نتكلم على الأزمة الروسية الأوكرانية وما تخلفه وما ستلقي به من ظلالها على المنطقة العربية أنه نتكلم على 30 إلى 40 بالمئة من الإنتاج العالمي من القمح وإذن هذا الأزمة ستخلق إرباكات وارتدادات مواجهة هذه الارتدادات تحتاج إلى استراتيجية عربية للأمن الغذائي والتي لا بد أن يساهم العرب في دعم هذا النهج التكامل طيب وبالحديث عن هذا وسأعود لشك لك دكتور سيام نتابع مشاهدنا الكرام غير في أسياق ولا تذهبوا بعدا ابقوا معنا التغطية مستمرة على الجزائر الدولية حينما تتأمل قدرات الوطن العربي يبدو لك أنك أمام منطقة غنية فمساحتها تفوق 13 مليون كيلومتر مربع ما يمثل 10.2% من مساحة العالم ويصل طول السواحل العربية إلى قرابة 23 ألف كيلومتر أما في مجال الطاقة التي شكلت محور الصراع بين القوى العظمى تستحوذ الدول العربية على مفاتيح الاقتصاد العالمية وبلغة الأرقام قدر احتياطي الدول العربية من النفط نهاية 2020 بحوال 42 مليار برميل ما يمثل نحو 54% من الاحتياطي العالمي وفق آخر تقرير لمنظمة الاقتصاد العربية المنتجة للنفط أو بيكا احتياطي الغاز الطبيعي العربية هو الآخر يشكل حصة الأسد من الاحتياطي العالمي ففي عام 2020 وصل إلى 55.2 تريليون متر مكعب مشكل النسبة 30% من الاحتياطي العالمي واستأثرت الدول العربية بما يقارب 15.6% من الانتاج العالمي قدرات اقتصادية هائلة ترشح المنطقة العربية لأن تتحول إلى قوات اقتصادية عالمية مسعاني يبقى مرهوناً بيتحسن الوضع السياسي والانتاجية والأهم تحقيق التكامل الاقتصادي المشهود في وقت لا يتجاوز حجم المبادلات البينية للدول العربية مستوى 7% رغم دخول منطقة التبادر التجاري الحر حيز التنفيذ منذ 2007 بين المؤهلات والطموحات والكوابح يعاول العرب على قمة الجزائر في تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بينهم واتخاذ قرارات ناجعة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وبإرادة قياداتها في الوصول إلى لم الشمل العربية على كافة الأصعدة وتحقيق الأمن الغذائي والصحي والسياسي والأمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام جدداً وأشير إلى ما يظهر في شريط الهم أسفل الشاشة الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون في حوار مع وكالة الأنباء القطرية يقول أن قمة الجزائر ستمثل وطلاقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك كذلك يؤكد الرئيس الجزائري بأن الجزائر تعتبر القضية الفلسطينية أم القضايا عبر كل الأزمنة يضيف أيضاً الرئيس الجزائري في حواره مع وكالة الأنباء القطرية ويثمن جهود أمير قطر في توحيد الصفة العربي وتعزيز التكامل والتضامن العربيين أيضاً الرئيس الجزائري يؤكد أن حضور أمير قطر للقمة العربية محفز وشديد للم الشمل العربي أنتقل مباشرة إلى مكان الحدث مكان التئام القمة العربية غداً وبعد غداً على مستوى القادة الزميل خير الدين بطاش مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات مرحباً بك خير الدين صباح الخير زميلي مصطفى نعم نحن هنا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة أين تتم أحداث واجتماعات هذه القمة العربية ومعي مباشرة السيدة ليلى زروقي المكلفة الخاصة بشراكات الكبرى لدى وزارة الخارجية سوف نطرح عليها بعض الأسئلة حول بعض المواضيع التي ربما طرحت لحد الآن بصفة ضمنية في أشغال هذه القمة السيدة ليلى زروقي أهلاً وسهلاً بكي مرحباً شكراً أهلاً بكم وشكراً لأرداء سيدتي كما قلت هناك بعض المواضيع ومنها البعد الإفريقي العربي الذي ربما طرحت بصفة ضمنية لحد الآن في أشغال هذه القمة ما الذي يمكن أن تقولينه لنا حول هذا البعد الإفريقي العربي؟ أولاً أعتقد أنه عشر دول من الجامعة العربية متواجدة في الاتحاد الإفريقي فهذا معناه أن الارتباط بين المجموعتين جغرافي ومهم وأساسي من جاهة ثانية أن العالم العربي أو المغرب العربي يمتد هو الرابط بين العالم الآخر وخاصة البحر المتوسط وما يسمى بسبسحارين أفريكا يعني الإفريقية التي توجد بعد الصحراء طبعاً تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي هي مبادرة جزائرية أننا استدعينا لهذا القمة أن يمثل الاتحاد الإفريقي لأنه جزء من من يمثل متواجدين في الاجتماع على هذا الأساس فالرئيس السنغالي اللي ترأس الاتحاد الإفريقي ماكيسال رح يكون موجود يصل إلى الجزائر إلى جانب طبعاً الأمين عن الأمم المتحدة لأنه أيضاً نحن جزء من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الإسلامية فكل هذا فقط لنقول بأن الجامعة العربية هي جزء من تجمعات أخرى وبالنسبة لنا إفريقيا مهمة جداً لأنها امتداد جغرافي امتداد تاريخي لما كانت قوة الدول عدم الانحياز قوة ونحن نحاول أن نعود نزيد نرجع إلى هذا الجانب الإفريقي هي جزء منه فيه التحالف الإفريقي مهم لأن دول الاتحاد الإفريقي كلها هي تمثل تقريباً ربع العالم أكثر من الربع دول العالم وبقوتها بإمكانياتها الاقتصادية بإمكانياتها الموجودة الآن وبالدور اللي راه قاعد يستمر الآن لازم نعرف بأن الاتحاد الإفريقي قد يبني اتحاد مبني على الاقتصاد والسياسة والتوافقات ولازلي كارت راح تكون من الوسائل المهمة تعرفوا بأن الجزائر عمل اقتصاد متوجه نحو الجنوب سواء عن طريق مالي موريتانيا سينيغال أو عن طريق نيجيريا نيجر سواء عن طريق الخط الطريق السريع بالإضافة إلى تمويل الغاز فيه يعني شراكات اقتصادية اللي راح تبني ارتباط مع دول هي جزء منا جزء من تاريخنا جزء من حياتنا أنا كنت في هذه المناطق رجعت البرح في الليل في كل مكان نلقى جزائريين اللي هما موريتانيين اللي هما نيجيريين اللي هما ماليين ومع ذلك ينتمي إلى هذا البلد لأنه فيه ارتباط تاريخي انتماء قديم وجديد ومستمر وبالتالي الجزائر هي المكان اللي تقدر تلعب هذا الدور أنها تجمع بين مصالح وأهداف الاتحاد الافريقي مع الجامعة العربية سيدتي كلمة ربما أيضا على البعد المتوسط للدول العربية ربما ومن الجانب الاقتصادي لو يطرح أو تطرح المسائل المتوسطية بين مثلا أوروبا والدول العربية لكن ككتلة واحدة هل سيساعد ذلك ربما في حل أو تجاوز بعض الأزمات خاصة بالجانب الاقتصادي كما قلت مؤكد لأنه ما ننساش بأنه لما نتكلم على دول البحر الأبنة والتوسط هي ليست فقط بول البحر الأبنة والتوسط لأنه يجب أن نعلم أنه الارتباط بين المحيط الأطلسي والمحيط لهادي يعني آسيا وحتى أمريكا وأوروبا يعني هذا البحر الأبنة والتوسط ينقص المسافات وعلى هذا الأساس مدخله ومخرجه مهم الارتباط بين الشمال يعني الظفة الشمالية للبحر الأبنة والتوسط والذفة الجنوبية مهم جدا 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 لأنهم يحتاجون لنا ونحن نحتاجون لهم وعنا تاريخ يعني هو ما جاو ونحن طلعنا يعني لما نعرف تاريخ المسلمين لحقوا الشمال وهو ما جاو ولما تروح مثلا لهذه المناطق أنا كنت في نيس مؤخرا ورحت لواحد المنطقان القهزي القسبة قلت لهم قلت لهم تشبه القسبة قالوا لي بنوه الأتراك فيعني التاريخ مرتبط نحن عنا جالية كبيرة فيه دول أخرى عندها جالية كبيرة والبالتالي مهم جدا أننا نشتغل على ما يجمعنا كفيها أشياء نختلف فيها طبعا لكن نشوف وشهول يجمعنا ومن ناحية الاقتصادية الجنوب هم يحتاجوا الجنوب لأنه فيه الغاز فيه أشياء كثيرة فيه حتى استغلال الشمس لأنه إحنا عنا كثير شمس منهم فيه أشياء هم عندهم وإحنا ما عنا شفا مهم جدا أننا نبني هذا التواصل وإحنا كجزائر نشتغل على الارتباط بين الضفة الشمالية اللي بحث أمن توسط والضفة الجنوبية علاقات تاريخية علاقات اقتصادية علاقات مستقبلية ورح نكون أيضا هنا حافز للدول العربية لأننا نحتاج إلى هذا التواصل الاقتصاد هو الذي يبني المصالح لأنه لما يكون الاقتصاد مرتبط صعب أنك تختلف سيدتي سيدة ليلى مزيد إذن سيدة ليلى مزيد لم زروقي عفوا إذن كانت معنا السيدة ليلى زروقي المكلفة الخاصة بالشركات لدى شركات الكبرى لدى وزارة الخارجية هنا من المركز الدولي للمؤتمرات أخي مصطفى سنوافقكم فيما بعد بتفاصيل أخرى ريث ما تصلنا هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة أخي مصطفى إليك الخط شكرا لك زميل خيردين بطاش ولضيفتك ليلى زروقي أعود مجددا لضيفي الدكتور سليمان عراج ولبأس أن نعود إلى التسريحات التي أتت على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حواره مع وكالة الأنباء القطرية الذي قال أن قمة الجزائر ستمثل انطلاق جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك فعلا وهو تأكيد على ربما ما طرحناه وما كنا نتحاور حوله على أن هذا القمة العربية ونجاحها في الأساس سيقدم إضافة للمنطقة العربية وهو ما يقلق في ذات الوقت هذه الإضافة التي تقلق بعض الأطراف وبالتالي كل المؤشرات تؤكد على أن المنطلق الذي بنيت عليه الدورة 31 لاجتماع جامعة الدول العربية هو منطلق عقلاني سليم مبني على رؤية سليمة واستشرافية الهدف من خلالها هو بعث بعث الروح في المنطقة العربية الهدف منها هو العمل على دعم الاستقرار في المنطقة العربية على اعتبار أن الاستقرار هو المتطلب الأساسي لخدمة التنمية لخدمة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وحتى الإنسانية وبالتالي أن نجاح هذا القمة والتوافق الذي ستنتجه وتخلقه هذه القمة هو عنصر إيجابي ورهان سيعيد الروح إلى المنطقة العربية ككل وإلى أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المستقبلية طيب دكتور عبد الحميد سيام الرئيس الجزائري عاد مجددا للتأكيد على أن الجزائر تولي اهتماما بالقضية الفلسطينية وقال أن هذه القضية هي أم القضايا عبر كل الأزمدة ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المرحلة الآن فرصة أمام العرب ليلملموا مواقفهم التي تبعثرت كثيرا واستطاع الأعداء أن يدخلوا من الثكوب ليفتتوا الإمة ويبعدوا أطرافها عن بعضها في المراحل السابقة تم غزو العراق وتم غزو غزة عدة مرات وترك الفلسطينيون لوحدهم وتغولت إسرائيل بشكل غير معقول مستغلة الخلافات العربية دخلت من الشكوك إلى الجسم العربي لتدخل هذه السوسة داخل البنيان العربي والتي بدأت تنخر في جسم الأمة كلها لتطيح بها الجزائر دولة محصنة من هذا الداء بقوتها وبالتفاف شعبها حول القضية الفلسطينية وبكون القضية الفلسطينية ليست قضية قيادة فقط في الجزائر بل هي قضية شعب وقضية مبدأ وقضية عقيدة في الجزائر البلد الوحيد الذي لم يتذبذب ولم يتراجع في دعمه للقضية الفلسطينية طوال هذه السنوات هي الجزائر الآن الجزائر تريد أن تجمع الأمة العربية حول هذا الموقع وهو سهل وبسيط ولكنه يحتاج إلى صدق وتحويل الكلام إلى أفعال طيب الأمة العربية الآن في موقع تحدي تحدي دولي وتحدي صهيوني وإسرائيل تتغول وتتجه نحو التطرف المطلق فهل ستبقى الأمة تعالجها بنفس الوسائل الماضية؟ لا ما يريد أن يقوله هو ننطلق من دعمنا للقضية الفلسطينية الذي يتغير ليس الآلية بل هو الإنسان طيب بل هي قرارات واعية من القادة أن يأخذوا هذا القرار الواعي وينطلقوا نحو العمل الجماعي الذي يبدأ بفلسطين ولكن لا ينتهي هناك بل يشمل كافة القضايا الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والطاقوية وكل ما يتعلق بصحة هذه الأمة طيب دكتور سيامو الحديث عن نعقاد القمة العربية لا شك يأخذنا للحديث عن سياق نعقاد هذه القمة والتاريخ الذي تنعقد فيها رئيس الجزائري دائما خلال حواره يتحدث عن اختيار أول نوفمبر كتاريخ انعقاد القمة العربية ويقول أنه قائم على قدوسية هذا اليوم ما الذي تضيفه هذه القيم للقمة العربية ولفلسطين عموما؟ يعني الأول من نوفمبر يوم تاريخي في قلوب الأمة وليس فقط في قلوب الشعب الجزائري الأمة العربية لم تتفق أكثر مما اتفقت على دعم القضية الجزائرية في قرية الصغيرة أنا أذكر عندما كنا صغارا وأطفالا كانت تعقد الحفلات لجمع التبرعات للجزائر ما اسمها؟ ما اسم القرية؟ قرية اسمها مخماس قرب القدس أذكر أنا وأنا طفل صغير أن رجلا كبيرا في السن قال والله لا أجد ما أملك إلا هذا القنباز أو يعني مثل الدراعة أو التشتاش وشلحه وتبرع به للجزائر وكانت النساء تأخذ حلقها الحلق وعقودها وتتبرع به للجزائر وهذا كان ينطبق في سوريا والعراق والسعودية وكل أطراف العالم العربي حتى المغرب وتونس احتضنت الثورة الجزائرية وكانت الدول العربية في الأمم المتحدة كلها تقف صفا واحدا في دعم القضية الجزائرية وكانت خطابات أحمد الشوكيري الفلسطيني الذي يحمل الجنسية السورية ويمثل السعودية كانت خطاباته رنانة في الأمم الجمعية العامة والمجلس الأمن وعندما جاء إلى الجزائر أول مرة عام 1964 استقبله الجزائريون كأنه رئيس دولة لأنه تذكروا خطاباته الأمة العربية التفت حول ثورة الأول من نوفمبر ولكن أريد أن أذكر أيضا برمزية أخرى اليوم الثاني للقمة هو يوم الثاني من نوفمبر ويجب أن نتذكر أن هذا اليوم أيضا يوم سيء في تاريخ الأمة هو يوم إطلاق وعد بلفور عام 1917 الذكرى المئة والخمسة لوعد بلفور نريد أن نستفيد بشكل إيجابي من الأول من نوفمبر ونحصر آثار وأضرار تدخلات الدولية في الجسم الأمة العربية التي يمثلها وعد بلفور والذي ندفع ثمنه إلى الآن نريد أن نستوحي من أول نوفمبر ونحصر آثار ضارة للثاني من نوفمبر ونبقى متأملين ومتفائلين الدكتور سليمان عراج ذكرا للأعثورة الجزائرية المجيدة هو لا شك عنوان الصمود عنوان الشجاعة عنوان مصرة الحق ما الذي يمكن أن يستلهمه القادة العرب من هذا التاريخ المجيد فعلا رمزية الثورة الجزائرية ورمزية الفاتح من نوفمبر له دلالات مهمة جدا دلالات تؤكد فيها الجزائر على أنها تحتفظ في ذاكرة في المخيال الجمعي للمجتمع الجزائري بروح التضامن والتآخر والتأذر والدعم الذي قدمته وقدمته الشعوب العربية للثورة الجزائرية بيان أول نوفمبر بيان أول نوفمبر كان بيانا ذو بعد قومي وكان داعم لمبدأ ومفهوم القومية العربية وبالتالي ربما دائما التاريخ هو مرجعيتنا لأن من لا تاريخ له لا مستقبل له وبالتالي اليوم لما نرجع إلى رمزية التاريخ رمزية الثورة نوفمبر تحمل كما قلت أننا لا بد أن نبقى أوفية لهذا التآخر هذا التآذر هذا الدعم هذا التكامل والتناغم العربي لأنه المرجعية الوحيدة التي مكنت المنطقة العربية من تخطي الأزمات ومن تخطي كل محاولات التفتيت والتقسيم والاستهداف التي شاهدتها الدول العربية على مر التاريخ إذن قوتنا في وحدتنا قوتنا في أننا ننجح في الحفاظ ولو على الحد الأدنى من التكامل من التوافق من الانسجام الذي تستدعيه متطلبات وشروط الاستمرارية في المرحلة أصل قادمة لأنه من لم يمتلك أدوات التكيف مع المرحلة القادمة فلن يكون له مكان ربما في النظام العالمي أو في مستقبل التفاعل في إطار العلاقات الدولية في المراحل القادمة ومن ذلك أن يحس كل بلد بآخر بما يحدث ويصيبه من أحداث ويصل الآن أن الجزائر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة التربية وتعليم العالي بمقديشو من قبل مجموعة إرهابية مما أدى إلى وقوع عدد معتبر من الضحايا والمصابين وتتقدم الجزائر بأخلص التعازي لحكومة شعبة الصومال الشقيق ومواساتها لأسر الضحايا وتمنيتها بالشفاء العاجل لكل المصابين الدكتور صيام هذا ما نتحدث عنه عندما تحس للمصاب الجلل لبلد آخر يدخل دائماً ضمن الوحدة العربية ويدخل دائماً ضمن التضامن العربية المشترك صحيح نعم يعني هذا أمة هناك كثير من الأشياء تجمعها ويجب أن تركز على ما يجمعها لا على ما يفرقها أعداء الأمة دائماً تبحث عن الأشياء التي تفرق إما من ناحية المذهب أو من ناحية العرق أو من ناحية اللون أو من ناحية اللغة أو من ناحية الله دائماً تبحث عن الشقوق لتدخل في هذه الشقوق وأنت تعرف حتى الماء إذا دخل في شقوق الجدار هدمه فكيف إذا كانت أمة؟ يجب أن نبحث عن ما يجمعنا يجمعنا العقيدة ويجمعنا التاريخ ويجمعنا الآمال وتجمعنا الآلام يجب أن نشعر ببعضنا بعضاً يتقف الأمة مع مصائب غيرها مع مصائب أي جزء كما قال الرسول عليه السلام يعني المؤمنون كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالصهر والحمة هكذا يجب أن نكون لماذا لا نشعر بقوتنا؟ لماذا لا نمسك أيدينا مع بعض؟ فكرة التضامن أو فكرة التوافق هي الاعتماد المشترك أعتمد عليك فيما لديك من قوة تعتمد عليك فيما لديك من قوة هناك ثلاث نقاط تشعر بها الأمة هي مصادر قوة أولاً هناك دول لديها رأس المال وهناك دول لديها العمالة وهناك دول لديها الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة والفئات المدربة من أطباء ومهندسين وتقنيين وكذا إذا وضعنا كل هذه الأشياء مع بعض تنهض الأمة كلها التضامن هو أن أستفيد منك وتستفيد مني أن أقدم لك وتقدم لي وننهض معاً ونحمي بعضنا بعضاً ونتقدم معاً التنمية المستدامة هي أن نبحث عن مصادر قوتنا جميعاً ونشغلها معاً لنتقدم معاً طيب لباس أن نذكر مشاهدين الكرام مجدداً بتصريح ليلة زروق المكلفة بشركات الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية التي استمعنا إليها قبل قليل نتابع ترجمة نانسي قنقر قمة عربية يجب أن تكون قمة جمعة إن شاء الله تكون قنقة جديدة للعالم العربي لرحمه مزق أتمنى أن يكون اجتماع شامل الجزائر لا تكرس تفريقاتها العرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه القمة ما الذي يمكن أن تقولينه لنا حول هذا البعد الإفريقي العربي؟ أولاً أعتقد أنه عشر دول من الجامعة العربية متواجدة في الاتحاد الإفريقي فهذا معناه أن الارتباط بين المجموعتين جغرافي ومهم وأساسي من جاهة ثانية أنه العالم العربي أو المغرب العربي يمتد هو الرابط بين العالم الآخر وخاصة البحر المتوسط وما يسمى بسبسحاريا أفريكا يعني الأفريقية التي توجد بعد الصحراء طبعاً تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي هي مبادرة جزائرية أننا استدعينا لهذا القمة أن يمثل الاتحاد الإفريقي لأنه جزء من من يمثل متواجدين في الاجتماع على هذا الأساس فالرئيس السينيغالي اللي ترأس الاتحاد الإفريقي مع كيسال رح يكون موجود يصل إلى الجزائر إلى جانب طبعاً الأميناء من الأمم المتحدة لأنه أيضاً نحن جزء من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الإسلامية فكل هذا فقط لنقول بأن الجامعة العربية هي جزء من تجمعات أخرى وبالنسبة لنا إفريقيا مهمة جداً لأنها امتداد جغرافي امتداد تاريخي لما كانت قوة الدول عدم الانحياز قوة ونحن نحاول أن نعود نزيد نرجع إلى هذا الجانب الإفريقيا هي جزء منه فيه التحالف الإفريقي مهم لأن دول الاتحاد الإفريقي كلها هي تمثل تقريباً ربع العالم أكثر من الربع دول العالم وبقوتها بإمكانياتها الاقتصادية بإمكانياتها الموجودة الآن وبالدور اللي راه قاعد يستمر الآن لازم نعرف بأن الاتحاد الإفريقي قد يبني اتحاد مبني على الاقتصاد والسياسة والتوافقات ولازليكات راح تكون من الوسائل المهمة تعرفوا بل جزائر عاملة اقتصاد متوجه نحو الجنوب سواء عن طريق مالي موريتانيا سينيغال أو عن طريق نيجيريا نيجر سواء عن طريق الخط الطريق السريع بالإضافة إلى تمويل الغاز فيه يعني شركات اقتصادية اللي راح تبني ارتباط مع دول اللي هي جزء منا جزء من تاريخنا جزء من حياتنا أنا كنت في هذه المناطق رجعت البارح في الليل في كل مكان نلقى جزائريين اللي هما موريتانيين اللي هما نيجيريين اللي هما ماليين ومع ذلك ينتميوا إلى هذا البلد لأنه فيه ارتباط تاريخي انتماء قديم وجديد ومستمر وبالتالي الجزائر هي المكان اللي تقدر تلعب هذا الدور أنها تجمع بين مصالح وأهداف الاتحاد الإفريقي مع الجامعة العربية سيدتي كلمة ربما أيضا على البعد المتوسط للدول العربية ربما ومن الجانب الاقتصادي لو يطرح أو تطرح المسائل المتوسطية بين مثلا أوروبا والدول العربية لكن ككتلة واحدة هل سيساعد ذلك ربما في حل أو تجاوز بعض الأزمات خاصة بالجانب الاقتصادي كما قلت مؤكد لأنه ما ننساش بأنه لما نتكلم على دول البحر الأبنى التوسط هي ليست فقط بدول البحر الأبنى التوسط لأنه يجب أن نعلم أنه الارتباط بين المحيط الأطلسي والمحيط لهذه يعني آسيا وحتى أمريكا وأوروبا يعني هذا البحر الأبنى التوسط ينقص المسافات وعلى هذا الأساس مدخله ومخرجه مهم الارتباط بين الشمال يعني الضفة الشمالية للبحر الأبنى التوسط والضفة الجنوبية مهم جدا 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 لأنهم يحتاجون لنا ونحن نحتاجون لهم وعنا تاريخ يعني هو ما جاو ونحن طلعنا يعني لما نعرف تاريخ المسلمين لحقوا الشمال وهو ما جاو ولما تروح مثلا لهذه المناطق أنا كنت في نيس مؤخرا ورحت لوحد المنطقان القهزي القصبة قلت لهم لوكارتي قلت لهم بتشبه القصبة قالوا لي بنوه الأتراك فيعني التاريخ مرتبط إحنا عنا جالية كبيرة فيه دول أخرى عندها جالية كبيرة والبالتالي مهم جدا أننا نشتغل على ما يجمعنا كفيها أشياء نختلف فيها طبعا لكن نشوف وش هولي يجمعنا ومن ناحية الاقتصادية هم يحتاجون الجنوب لأنه فيه الغاز فيها أشياء كثيرة فيه حتى استغلال الشمس لأنه عنا كثير شمس منهم فيه أشياء هم عندهم ونحن ما عناش فهم مهم جدا أننا نبني هذا التواصل ونحن كجزائر نشتغل على الارتباط بين الضفة الشمالية للبحث المتوسط والضفة الجنوبية علاقات تاريخية علاقات اقتصادية علاقات مستقبلية ونكون أيضا هنا حافز للدول العربية لأننا نحتاج إلى هذا التواصل الاقتصاد هو الذي يبني المصالح لأنه لما يكون الاقتصاد مرتبط صعب أن تختلف شكرا لك سيدتي سيدة ليلى مزيد إذن سيدة ليلى مزيد زروقي عفوا إذن كانت معنا سيدة ليلى زروقي المكلفة الخاصة بالشراكات لدى شراكات الكبرى لدى وزارة الخارجية هنا من المركز الدولي للمؤتمرات أخي مصطفى سنوافيكم فيما بعد بتفاصيل أخرى ريثا ما تصلنا هنا بالمركز الدولي المؤتمرات بالعاصمة أخي مصطفى إليك الخط قمة عربية لازم تكون قمة جمعة إن شاء الله تكون طنقة جديدة للعالم العربي لرحمه مزق أتمنى يكون اجتماع شامل الجزائر ما تكرسش تفريقاتها العرب أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا كان هذا إذن تصريح ليلة زروق المكلفة بشاركات الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية كلمة أخيرة ربما ذي ضيفي الدكتور سليمان عراش قبل مغادرتك نتحدث عن توفق تام بوادر نجاح مسبق للقمة العربية حتى قبل أن تنطلق محطات من النجاح شهدتها القمة في مختلف الاجتماعات التحضيرية فعلا مؤشرات إيجابية جدا حول يعني مسار عقادي هذه القمة سواء من حيث يعني الاجتماعات التحضيرية أو على مستوى الاجتماع أيضا وزراء الخارجية العرب بما ينبئ ويعني يعني يؤكد على أنها قمة جامعة بامتياز قمة قمة تنطلق من قاعدة فهم أساسي لمكامن القوة ومكامن ربما أو نقاط ضعف الضعف وبالتالي الرهان ونتطلع أيضا إلى أهم القرارات التي ستنتجها هذه هذه الدورة الدورة 31 لاجتماع جامعة الدول العربية والتي ستكون قمة استثنائية على كل الأسعدة وستعمل على إعادة بعث الروح في العمل العربي المشترك وصناعة التوافق الضروري لإيجاد ولا لخلق الاستقرار اللازم في المنطقة العربية دكتور أعراج في الختان متفائل بمخرجات القمة العربية غدا وبعد غدا أنا كنت متفائل قبل يعني انطلاق الأشغال يعني الانطلاق الرسمي للأشغال التحذيرية ومتفائل أيضا بالنسبة لمخرجات القمة والتي أكيد ستكون استثنائية انطلاقا من حرص الجزائر وحرص أيضا الدول العربية المشاركة يعني والحاذرة جميعا في أشغال هذه القمة الاستثنائية والمتميزة الدكتور سليمان عراج الأستاذ في العلم السياسية شكرا لك على كل هذه التوضيحات وعلى هذه التفاصيل شكرا مشاهدين الكرام التغطية المستمرة متواصلة معكم بعد الفاصل المشاركة 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 أتمنى يكون اجتمع شامل الجزائر ما تكرسش تفريقان سنرر موسيقى اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم مشاهدة الكرام مجددا في هذه التغطية الخاصة والمستمرة واربط الاتصال مباشرة مع الزميل كريم بن يطو من فندق شراطون بالجزار العاصمة تجرى فعليات الاجتماع التشاوري حول اعلان الجزائر مرحبا بك كريم مجددا مرحبا بك كريم مجددا ان يتلق في ختام هذه القمة الواحدة والثلاثين العادية للقمة العربية للمزيد حول بيان الجزائر الذي سيتل في ختام هذه القمة وعن تفاصيل وربما يحضر معي عبد الحميد الشبيرة سعدة السفير والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية هنا في فندق الشراطون ربما يكون هناك المزيد حول هذا البيان مع سعدة السفير اهلا بك سعدة السفير شكرا صباح الخير صباح خير لكل مشاهدي قناة دولية ولابد من كلمة شكر وعرفان للقناة على مجهوداتها في تغطية الحدث الهام واستقاء المعلومات والاخبار من مصادرها فيما يتعلق بجدو الأعمال القمة بالأمس كملوا أنهو وزراء الخارجية مناقشة كل بنود جدو الأعمال القمة واتفقوا بالتوافق الكامل حول كل القضايا المطروحة في جدو الأعمال على مشاريع قرارات سترفع إلى القمة للمصادقة عليها يومي واحد واثنين نوفمبر نعم تبت الموفقة بالإجماع على جميع بجدو الأعمال فعفوا سعدة السفير بخصوص اجتماع التشاور اليوم الذي يجري الآن في هذه الأتنابة الفندق هل ممكن أن تطلعون على أهم ما سيأتي في بيان الجزائر هناك وثيقة مهمة جرى يجري العمل بها في كل القمم العربية وهي الإعلان الإعلان الختامي ويسمى دائماً يصدر باسم الدولة التي تستضيف وتترأس القمة فإذاً نحن أمام وثيقة عنوانها إعلان الجزائر إعلان الجزائر يتم إعداده من قبل دولة الضيافة ويناقش مع ممثلي الدول أو يعرض عليهم ويتم قراءته في ختام القمة شكراً شكراً إذن كما تبعتم مشاهدين سعادة السفير أعطى لنا بعض التفاصيل حول بنود هذا الاتفاق وإن كانت ليست بالكثيرة في انتظار أن يخرج وزراء الخارجية العرب من الاجتماع لأخذ بعض التصريحات حول هذه البلود عبد الكريم بن يطو على هذه التفاصيل كنت معنا مباشرة من فندق شراطم العاصمة يزرى الآن لاستماع التشاوري حول إعلان الجزائر تحدث سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية عبد الحميد شبيرة أعود إلى ضيفي الدكتور عبد الحميد الصيام كما كنت تتابع تحدث الأستاذ شبيرة عن وثيقة مهمة وهي الإعلان الختامي الذي سيصدر باسم الجزائر إلى حين ربما إفراز تفاصيل ومعطيات أخرى عن هذه الوثيقة يعني نتوقع أن تشمل هذه الوثيقة جميع النقاط التوافقية التي جرى بحثها باستفادة أولا بين المندوبين الدائمين للجامعة العربية ثم وزراء الخارجية يعني الحمل الأساسي قام به المندوبون الدائمون وضعت كافة النقاط أمام أولا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجانب الاقتصادي والاجتماعي كان هناك توافق على 24 نقطة جمعت كل النقاط من المندوبين الدائمين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ورفعت إلى وزراء الخارجية كان هناك نقاط خلافية هنا وهناك تم تذليلها بعد يومين أو أكثر من الاجتماعات والآن وضعت اللمسات الأخيرة على هذا البيان وسيوضع أمام القادة ويصدر عنهم إعلان الجزائر الذي يتضمن كافة النقاط السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبرنامج العمل للمستقبل نتوقع أن يكون هناك قضايا مهمة قضية فلسطين قضايا الحروب الداخلية قضايا الوساطة بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية ما هي المرتكزات في نظرك ربما التي يجب أن يستند عليها أو تستند عليها هذه الوثيقة في نظرك يعني المرتكز الأول هو العمل الجماعي وفعلا إخلاص النية في التوجه للعمل الجماعي لمواجهة هذه القضايا خاصة قضية فلسطين والتي لا تنتظر التأجيل لأن هناك أوضاع متفجرة داخل الأراضي الفلسطيني المحتلة والناس في فلسطين ينتظرون ماذا سيخرج عن القمة النقطة الثانية هي قضية متابعة إعلان الجزائر حول الوحدة الوطنية الفلسطينية والذي يتضمن في بنده الأخير موضوع تشكيل لجنة عربية وليس فقط الجزائر بقيادة الجزائر لأنها هي التي أنجزت هذا الإعلان فكذلك يجب أن يكون هناك لجنة متابعة نقطة أخرى هناك ما يتعلق بالقضية الفلسطينية هناك لجنة أيضا ستشكل من هذا المؤتمر لمتابعة انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بقيادة الجزائر لتعمل معا بالتوافق مع أعضاء من الجامعة العربية أيضا لإنجاز هذا الهدف كذلك النقاط الأخرى موضوع ما يجري في اليمن وما يجري في ليبيا وما يجري في سوريا وما يجري في العراق ولبنان وغير ذلك القضايا أيضا ما تعلق بالدول التي بحاجة إلى مساعدات يعني ما يجري في الصومال الآن وجبوتي وغيرها هناك دول فعلا بحاجة إلى تضامن عربي حقيقي يترجم إلى أفعال وليس إلى فقط بيانات قضية مثلا الأمن الغذائي هذه قضية مهمة وأخذت حيزا كبيرا في النقاشات بين المندوبين ثم وزراء الخارجية وهناك توافق على موضوع الاهتمام بالأمن الغذائي هناك فعلا تحدي كبير في العالم الأسعار مثلا ارتفعت على مستوى العالم بنسبة 5% من يناير 2022 إلى أكتوبر 2022 في بعض المواد مثلا مثل القمح ارتفعت أسعاره 18% موضوع الذرة ارتفعت 27% موضوع الأرز ارتفع حوالي 10% كل هذا ينذر بأشياء مهمة الدول العربية الآن في حالة استيراد لهذه المواد ولذلك يجب أن يكون هناك حقيقة وقفة جادة في موضوع الأمن الغذائي وبقية القضايا الأخرى ما تعلق بمؤتمر المناخ القادم قريبا في مصر يجب أن يكون هناك وقفة جماعية لأن قضايا المناخ لم تعد فقط قضية فردية أو إكليمية هي قضية عالمية كل هذه القضايا سيعكسها أعلان الجزائر الختامي بالحديث عن قمة الجزائر نتحدث عن ما هو منتظر ما هو آت ربما بنظرك دكتور كيف يمكن لقاد العرب أن يصل في ختام القمة العربية إلى أرضية توافق وتشاور لتحقيق كل الأهداف المطلوبة المبتغات في ظل السياقات الإقليمية والدولية التي تعيش فيها المنطقة العربية برمتها يعني كما قلنا التوافق تقريبا حصل يعني الجزء الأهم حدث النقاط الخلافية ذللت لم يبقى شيء أعتقد أنه للرؤساء والقادة لبحثه يعني ستكون الأمور تقريبا معدة تماما للقادة على أن فقط يراكشوها ويستمعوا إلى بعضهم البعض وتلقى الكلمات الافتتاحية ثم تحدث جلسة مغلقة لمناقشة باقية القضايا لكن اللمسات الأخيرة فقط يضعها القادة ثم يأتي الأمين العام للجامعة العربية بالإضافة إلى رئاسة الدورة الجزائر ويلقي البيان الختامي الذي يسمى إعلان الجزائر إذن الجزء الأكبر تم إنجازه ونجاحات القمة تقريبا حسمت المهم في الأمر ليس فقط الإعلان ما بعد الإعلان ما بعد قمة الجزائر كيف يكون هناك خطوات عملية لترجمة ما اتفق عليه هل هناك فعلا إنشاء لجان متابعة هل هناك مفوضية علية للقادة العرب لمتابعة القضايا الاقتصادية مثلا والقضايا التي تتعلق بالأمن الغذائي والطاقة هذا شيء مهم اللجنة التي سيتم إنشاؤها لمتابعة المصالحة الفلسطينية هذا ما نريد أن يكون هناك توجه نحو العمل ليس فقط اتخاذ القرارات موضوع التجارة البينية تسهيل المعاملات التجارية بين الدول العربية تسهيل الاستثمار تسهيل انتقار رؤوس الأموال كل هذا العالم العربي شعوبا تنتظر مثل هذه القرارات العملية التي ستصدر عن الكمة طيب دكتور سيأم لبأس أن نعود مشاهدنا الكلام ونذكركم بتصريح سفير الجزائر لدى مصر ومن دوبها الدائم بجامعة الدول العربية عبد الحميد شبيرة الذي أدل بتصريح لقناة الجزائر الدولية قبل قليل على مستوى فندق شرطون بالعاصمة أين يجرى الاجتماع التشاوري حول إعلان الجزائر قمة عربية اشتركوا في القناة موسيقى شكراً صباح الخير صباح خير لكل مشاهدي قناة دولية ولابد من كلمة شكر وعرفان على القناة على مجهوداتها في تغطية الحدث الهام واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها فيما يتعلق بجدو الأعمال القمة بالأمس كملوا أنهو وزراء الخارجية مناقشة كل بنود جدو الأعمال القمة واتفقوا بالتوافق الكامل حول كل القضايا المتروحة في جدو الأعمال على مشاريع قرارات سترفع إلى القمة للمصادقة عليها يومي واحد واثنين نوفمبر نعم تبت الموفاقة بالإجماع على جميع بلود جدو الأعمال عفوا سعادة السفير بخصوص اجتماع التشاوري اليوم الذي يجري الآن في هذه الأترابة الفندق هل ممكن أن تطلعون على أهم ما سيأتي في بيان الجزائر هناك وثيقة مهمة جرى يجري العمل بها في كل القمم العربية وهي الإعلان الإعلان الختامي ويسمى دائما يصدر باسم الدولة التي تستظيف وتترأس القمة فإذن نحن أمام وثيقة عنوانها إعلان الجزائر إعلان الجزائر يتم إعداده من قبل دولة الضيافة ويناقش مع ممثلي الدول أو يعرض عليهم وتتم قراءته في ختام القمة والقمة شوفان تسيرا لك سعر السابق والسعر تسكر المجرى التذيذية الدولية 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 إلى شخص أهلا بكم مجددا كان هذا أيضا تصريح سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية عبد الحميد الشبيرة الذي تحدث لقناة الجزائر الدولية أن هناك وثيقة مهمة وهي الإعلان الختامي يصدر باسم الجزائر وعنوانها إعلان الجزائر كما أثنى أيضا بالجهود التي تبذلها القناة الجزائر الدولية في تغطية لهذا الحدث هذا العرس العربي الهام أعود مجددا إليك الدكتور عبد الحميد صيان حين نتحدث عن القمة عن التآم هذه القمة على مستوى القادة هناك في المقابل شعوب طموحة شعوب عربية تنتظر الأفضل تنتظر الأحسن ماذا يمكن أن تقدم هذه القمة لهذه الشعوب مشرئبة الأعناق التي تنتظر كثير؟ نعم سؤال مهم حقيقة حقيقة الشعوب العربية تجربتها مع القمم العربية ليست تجربة إيجابية من التجارب السابقة كان هناك إحباطات حقيقة عندما ترى الشعوب العربية أن أعداء الأمة يعتدون عليها تحتل دول تحدث حروب بينية وحروب بين الجيران ويرون ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني لذلك التجربة السابقة تجربة مريرة لكن هذه المرة الشعوب العربية تنتظر شيئا جديدا لأن القمة في الجزائر ولأن الظروف استثنائية فهذه فرصة تاريخية أمام العرب أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض وتخرج عن هذه القمة توجهات جديدة ليس فقط قرارات ولكن توجهات عملية للم الشمل العربي لإيجاد آلية وساطة حقيقية لإيجاد مصادر لدرء الأخطار عن هذه الأمة للعمل الجماعي لحماية الأمن العربي بشكل عام وقف التدخلات الخارجية تسهيل التجارة بين الدول العربية تسهيل مرور المواطن من بلد إلى آخر يريدون أن يروا شيئا مختلفا حتى يعيدوا ثقتهم في مؤسسة الجامعة العربية وعلى رأس هذه الشعوب التي تنتظر شيئا عمليا هو الشعب الفلسطيني المنكوب الذي يتعرض الآن لأبشع عملية عدوان على مقدراته وعلى مدنه وكراه وشعبه وشبابه ونسائه آلاف في السجون ويوميا يسقط الشهداء يوميا تهدم المباني يوميا يتم الاعتداء على المسجد الأقصى وعلى القدس غزة في حصار مستمر منذ عام 2007 هذا ما يريده الشعب الفلسطيني من هذه القمة أن يرى برنامجا عمليا للتوجه كلمة واحدة متفائل بمخرجات قمة القمة العربية على المستوى القادة غدا وبعد غد نعم أنا متفائل وأنتظر هذا البيان الختامي وأنتظر أيضا ترجمته إلى الواقع الدكتور عبد الحميد سيام وحل القناة الجزيرة الدولية شكرا لك على حضورك معنا على كل هذا الوقت الذي أفضتنا بيه شكرا لك وأيضا أشكر الدكتور سليمان عراج الأستاذ في العلوم السياسية الذي كان معنا خلال الفترة الأولى من هذا البرنامج والتغطية الخاصة وكذلك أشكر الزميلين عبدالكريم بن يطو وخير الدين بطاش على مدخلتهم معنا على كل ما أفد به هم وضيوفهم الكرام التغطية المتواصلة ومستمر مشاهدنا الكرام تذهبوا بعيدا ابقوا متابعين لقناة الجزيرة الدولية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة